يعني الحقيقة لا يختلف إثنان بأنه بقاء السيد الصدر خارج العملية السياسية فهو زلزل العملية السياسية بالكامل أنا لا يعني ما بين قوسيا الذي توقف والذي وقف أمام الليلة السوداء في تلك اليوم في داخل منطقة الخضراء قد تغيب على الكثير لا يعلمون بأنه هو السيد محمد رضا السيستاني خلال اتصال هاتفي مع السيد الصدر فطلب بانسحاب جميع الصدريين من داخل منطقة الخضراء وللعلم كذلك السيد محمد رضا السيستاني خلال هذه المدة هناك لقاءات مستمرة والسيد محمد رضا السيستاني ذهب إلى السيد مقتد الصدر على أقل تقدير مرتين وكشفها بعض الأخوة في التيار الصدري فإذن بقاء السيد الصدر بعيدا عن عالم السياسة في العراق فهذا سيزلزل العملية السياسية بالكامل لكن حسب التسريبات أن الدافع لتجميد التيار الصدري كان الكشف عن محاولة اغتيال السيد الصدر وهذا الأمر كشفه لجان تنظيم شعيرة الاعتكاف في مسجد الكوفر وكشفت عن مخطط إرهابي وإبلاغ وأبلغ قيادة جهاز الأمن الوطني في النجف الأشرف أنا باعتقادي الآن السيد الصدر إذا ابتعد عن المشهد السياسي أو لا سمح الله تم اغتياله بأي طريقة بأي طريقة فهذا سيعكر الأجواء السياسية برغبتنا